الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أحب التطلب والمتابعين لهذه القناة التعليمي حيثما كنتم أسعد الله أوقاتكم جميعا أقدم في هذا المقطع من تاريخ الفكر الالتصادي ما يسمى بالفكر المدرسي أرجو أن يكون فيه الفائد العلم لكم جميعا حيثما كنتم وعلى بركة الله نبدأ يعود بصطلح المدرسي إلى الكلمة الإغريقية سكولاستيكوس سيجما كاي أوميغا وهكذا ولطلها بالأحرف الإنجليزية سكولاستيكوس وهي صفة ما يتعلق بالمدرسة الفكرية أو سكولف توت أما المنتمون إلى التيار الفكري الذي تتبناه المدرسة فهم أصحاب الفكر المدرسي سكولاستيكوس إذن عندي سكولاستيكوس هو الفكر المدرسي سكولاستيكوس المنتمون وباللغة طبعا سكولف توت اللي هي المدرسة الفكرية باللغة الإغريقية سكولاستيكوس تعرف الموسوعة البريطانية السكولوبيدا بريطانيكا الفلسفة المدرسية سكولاستيكوس بأنها منظومات فلسفية وتأملية انحصرت بمفكري القرون الوسطى المسيحيين وهم الذين اشتهدوا في الإنفلات من الفكر الديني الجامد وبحثوا في حل المسائل الفلسفية المستجدة المتعلقة على المثال بالإيمان والسببية العقد والإرادة والتفكير والواقعية وإثبات وجود الرب وقد نبتت مثل هذه الفلسفة مما يطلق عليه الفلسفة المعاصرون الفلسفة الآبائية الفلسفة الآبائية باتريستيك باتريستيك فلوسفي نسبة إلى آباء الكنيسة الأوائل خاصة الفلسفة الأغسطينية أو ما يسمى بأغسطينيزم ونغمست هذه طبعا يعني أصحاب هذا الفكر نغمسوا في العقود اللاحقة في أفكار أرسلتل خلال العصر الحليني الذين أتينا عنه أو عليه في المقاطع الأولى من تاريخ الفكر الاقتصادي نتابع تميزت الحقبة الممتدة من العام الميلادي السبعمية وحتى نهاية العام الميلادي 1200 بسيادة الحضارة العربية الإسلامية من حيث القوة والعلم والقوة العسكرية والقوة الفكرية والاتساع الجغرافي غير المسبوق نلاحظ أن الدول الإسلامية امتدت من جنوب فرنسا في الغرب الأوروبي وحتى حدود الصين في الشرق الأقصى وتمكن العرب والمسلمون خلال تلك الفترة وعلى مساحة تلك المساحة الهائلة مساحة شاسعة طبعا تمكنوا من نشر مفاهيم التنظيم والحكم الرشيد ورقي مستوى المعيشة والآداب والفقه والعلوم والطب والتراجم المتعدد في حقول فلسفة منها ما ترجمه العرب من اللغة الإغريقية إلى اللغة العربية ثم اللغات الأوروبية الأخرى تراجم لأفلاطون وسقراط وارسط وما شابه وعمل العرب والمسلمون على حفظ ونقل الفلسفة والعلوم الإغريقية فشملت علومهم ومعارفهم حقول الفيزياء والكيمياء والرياضيات وساهموا في علوم الحاسوب أو الحساب ثم الحاسوب كيف؟ منها إزاحة نظام الأعداد الروماني غير الصالح ووضع نظام الأعداد العربية 1-2-3 التي تقرأ 1-2-3 باللغة الإنجليزية واللاتينية هي 1-2-3 هي هذه الأرقام هي أرقام عربية مكان الأرقام الرومانية I, II, II, II وهكذا وهو ذات النظام الذي لولا لما تمكنت علوم الحاسوب الحديثة والشبكة العاكوبة من التطور نتابع لا تختلف الأمم المنضوية تحت لواء دولة أو إمبراطورية عن الفرد أو الجماعة من حيث سيرورة الحياة ومراحلها النمو والقوة ثم الضعف فالفناء وقد طبقت هذه القاعدة الطبيعية سبحان الله على كل الإمبراطوريات التي سادت في الماضي ثم بادت بفعل عوامل داخلية وخارجية ولم تستثنى أي أمة أو دولة من هذه السيرورة منذ فجر التاريخ فلقد بادت حضارات عاد وثمود وحضارات الفراعنة ثم الرومان فالمسلمين والمغول وهكذا وهي السيرورة ذاتها التي مرت بها الإمبراطورية الرومانية الغربية Western Roman Empire يمكن تطبيق الفكر القصاري على الدولة أو الحضارة التي شهدت في ماضيها تمددا وتوسعا فوصلت إلى أوجي عظمتها وأخذت بعد ذلك بالتهاوي نحو حتمية الاندثار وصلت الإمبراطورية الرومانية إلى قمة عظمتها عندما ترامت مساحتها وفعلا يعني أخذت مساحتها من الأوروبا الغربية وحتى حلول جزيرة العرب وصولا إلى شمال أفريقيا وعلى رغم أن اللاتيني كانت اللغة الرسمية لسكان إمبراطورية إلا أن شعوبها قد تحدثت بتسعة عشرة لغة مختلفة الآن هذه الآن الخارضة أو الرسمة أو الصورة تبين حدود الإمبراطورية الرومانية المضللة جنوب بريطانيا أو نقول جزء من سكوتلندا إنجلترا كل فرنسا كل آيبيريا اللي هي إسبانيا الحالية والبرتغال إيطاليا وشمال إيطاليا وسط أوروبا حتى البحر الأسود جنوب البحر الأسود كل الإمبراطوري الشرقي الآن تركي الآن فلسطين والأردن مصر كلها وشمال أفريقيا الأخضر اللي يعني فوق الخط الصحراء عفوا نتابع كان لهذا التباين الثقافي يعني تسع عشرة لغة مختلفة اللي هو شعوب الإمبراطوري الرومانية هذا التباين الثقافي كان له أثر قوي فيه توسع الفجوة الثقافية بين شعوب الإمبراطورية شعوبها عن الإمبراطورية وعدم تجانس الكتلة السكانية اجتماعيا ونثم اقتصاديا وقد أدت الهجمات البلبرية من شمال الإمبراطورية وعدم تمكن الجيوش الرومانية من بسط وبط الأمن وتنفيذ القانون إلى بدء انهيار العاصمة روما أو ما يسمى بفعلا انهيار روما وهو ذات الحدث الذي يطلق عليه المؤرخون تفكك وانهيار الإمبراطورية الرومانية الغربية مع بداية القرن الميلاد السادس وسرعان ما بدأت ملامح عصر جديد تتبلور تحت عنوان هو يعني عصر الإقطاع عفوا هم في خطأ طباعي بسيط لكن تحت عنوان هو عصر الإقطاع فيوداليزم الذي تحدثنا عنه في مقطع منفصل نتج عن سيوك الأفراد والعائلات التي تمكنت من استحوات على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بعد تفكك الإمبراطورية يعني صارت فلت حكم كما يقولون لم يكن هناك حاكم ولا زعيم ولا قائل فأخذ الناس يستحودون العائلات الأقوياء بقوة السيف وقوة الكثرة أخذوا يستحودون على مساحة شاسعة من الأراضي جسدت مجتمعات العصر الوسيط أو ميديفل إيج الشكل السائد في تنظيم الإقصاد الإقطاعي حيث تباين البشر فيها من حيث التقسيم الطبقي بين سيد الأردلاندلورد والأقنان هم العبيد السيرفس ما اعتبره المؤرخون انحرافا عما ألف في الأيام الأخيرة لرومة كان هناك ضبط ونظام وربط ودولة يعني ذات هيكل تراتبي لكن عندما انهارت انهارت كل القيم وبالتالي هنا يعني نشأ عصر جري اسمه عصر الإقضاء نتابع أجبرت بشكلة جدرة العبيد المتفاقمة أجبرت أصحاب حيازات الزراعية الواسعة أو ما سمي حينه لاتيفونديا بالإسباني لاتيفوندي بالإسباني وهي بعض الحيازات الزراعية الوازعة التي نشأت بعد استعمار العالم الجنيد في شمال أمريكا وجنوب أمريكا في أوروبا كانت تسمى لاتيفونديا هذه المشكلة الآن نترة عبيد أدت إلى تأجيب جزء من ممكنياتهم الزراعية البعيدة عنهم إلى مزارعين أحرار أو إلى عبيد يتلقون أجورا عينية أو نقدية على أن يتم زراعة الأراضي القريبة من الأسياد من قبل هؤلاء المستأجرين ومع الأيام برزت أفكار جديدة كان منها انتشار شكل من المستأجرين الأطلق عليهم كولوني كولوني من عاتل يعني استعمر من يعمر فأصل كولوني هي من أيام الإقطاع كأنه عمر الأرض التي ليس فيها ناس يعمروها طبعا هذه حجة الاستعمار الحديث يعني بريطانيا وفرنسا وإسبانيا عندما أرسلوا قواتهم إلى معظم أنهاء العالم مثلا بريطانيا استعمرت الهند الهند كان فيها مئات الماليين عندما استعمرتها بريطانيا لكن يعني الدعوة أنه والله تحتاج إلى تعمير واستعمروا جزء من الصين استعمروا كل الدول العربية وهكذا تحت حجة أنه نريد أن نعمر مع أنه كان الهدف هو نهب ثروات تلك المناطق فأطلق عليهم هؤلاء أطلق على هؤلاء المستجدين كولوني مفردها كولونوس المستعمر الذي يعمل وعرفه كجماعة باسم كولونيت انحصر دورهم في ضمان زراعة الأرض ومشاركة المحصول مع السيد الإقطاعي إضافة إلى قيامهم بأعمال الجنود المتقدمين في الميدان والدفاع عن ممتلكات الأسياد الداخلية وهو الذي حدث في مستعمرات أمريكا الشمالية والجنوبية نيابة عن ملك بريطانيا قام المستعمرون بنهب كل يعني ممتلكه السكان الأصليون وهكذا حصل هؤلاء المستجرون على بعض الانتيازات لكنهم بالوقت ذات وخضعوا للكثير من القصر والإكراه وأجبروا خلال القرن الميلاد الخامس على الخضوع نظام جديد من الارتباط بالأسياد حل مكان نظام العبودية القديم الذي ساد في روما نتابع الآن أدى تخلقه للإمبراطوري الروماني إلى تقويض إدارة أو عفوا تفويض إدارة أو ملكية الأرض الزراعي إلى الأسياد الإقطاعيين ثم انتشار مفاهيم وممارسات جديدة منها تطور نظام الحيازات الزراعية باعتبارها الوحدات الإقتصادية الأساسية تحت ما سمي حينه نظام العزبة المزرعة منوريال سيستم المزرعة يعني هذا التفويض الأراضي لبعض الناس وهكذا أصبح هذا النظام معروفا عند مؤرخي الفكر الإقتصادي تحت مسمى فلسفي هو العزبية المزرعية منورياليزم أو سيغنورياليزم لأنه بات فلسفة للحياة الاقتصادية والاجتماعية خلال قول الوسطى ابتكر هذا النظام طريقة جديدة في الإنتاج والتوزيع وأدخل أسلوبا جديدا في حراثة الأرض الزراعية وتعشيبها بالمحاريث المحاريث المركبة على الدوليب فاعتبره المؤرخون الاقتصاديون بأنه ابتكان الرأسمالي ساهم في تحسين نجاعة أو كفاءة الانتاج وزيارة الانتاجية هذه الآن الصورة المرسومة رسم يدوي عبارة عن نموذج لرسم تقريبا لمزرعة تشاركية في القرن الحالي عشر يعني 1200 فهؤلاء الناس المتشرون هنا عمال ومزارعون وأقدان عبيد يعني والأسياد اللي بعيشوا طبعا في هذا الرفاه الاقتصادي تابع كانت المزرعة التي تشكلت من هذا النظام وحدة اقتصادية تدين نفسها بنفسها يعني كل شيء تعتمد على نفسها بنفسها العمال منها المقاتلون منها المزارعون منها المتضمنون منها زائد أن الأسياد كانوا بعيشوا في مناطق يعني في جزء منها وهكذا أنتجت حاجاتها الأساسية من الطعام سادت فيها مبادئ وعادات مشاركة مشاركة الإنتاج بين كل القارطين في المزرعة منورياليزم ذكروها صلنا في سكان المزرعة التشاركية في طبقات جامدة الأقنان في أدناها عند القاعدة والأسياد في الأعلى تحت الكنيسة طبعا والملك لكن الأسياد رتبوا في طبقات داخل الطبق الكلي التي تشملهم أي أن الأسياد خضعوا كذلك إلى ترتيب طبقي من الأدنى إلى لعلى لكل طبقة واجبات وحقوق متعارف عليها كثيرا ما كان الأسياد يتصارعون بينهم على الرتبة والموقع ويدخلون في اتكاكات وخلافات مع الأقنان لهم العبيد الذين عادة ما كانوا يسورون عليهم بين الفينة والأخرى بسبب ظروف العمل نتابع لكن هذه التصريفات الطبقية أخذت بالتراخ التدريجي في العقود الأخيرة من القرون الوسطى بسبب تطور بعض الأعمال المهنية ونمو المدن والبلدات وقد تراقت مهن متعددة في مجال الصيرفة والتجارة والتدريب المهني ونتيجة لذلك توسعت المدن والبلدات وزادت هنا في خطأ طباعي بأعتذر عنه زادت التجارة البينية والتجارة الدولية ما دفع السلطة السياسية أن تضع وتتبنى سياسات اقتصادية وطنية تجارية عملت على نشو علاقات اقتصادية جديدة ثم تطور ما يسمى بالنظام النقابي الذي اعتبر أول عمل نظامي أو تنظيمي لأصحاب المهن والحراف إذن لاحظوا للقلد سيستم يعود إلى القرون الوسطى في أوروبا أو ما يسمى النظام النقابي يعني نقابات عبارية نقابة المهنية وما شابه كانت المسيحية في تلك الفترة الديانة السائلة في أوروبا واستحوذت على قوة مادية وروحية كبيرة وكان معظم إن لم يكن كل الكتاب والمفكرين من رجال الكنيسة وحاول هؤلاء الكتاب والمفكرون أن يفرضوا آرائهم الأخلاقية على المؤسسات الموجودة أنذاك خاصة ما اتصل منها بالنشاط والعمل الإقتصاليين وقد توحدت الأفكار في ظل عقيدة الكنيسة الكاتوليكية وسألت آلية السوق ما يعني بأن مجتمع قول مصر قد تبنت أو مجتمع قد تبنت شكلا بسيطا من أشكال الرأسمالية أرجو الانتباه لهذه النقطة نتابع تعود قوة الكنيسة الكاتوليكية وتأثيرها خلال العصور البسطة إلى استقلالها الروحي وإلى حقيقة تغيب عن ذهن الكثير المؤرخين وهي أن قساوسة ورجال الكنيسة كانوا القوة الفكري الوحيدة الموجودة على الساحة كانوا متعلمين يقرؤون الكتب القديمة وما استجد من أفكار ويفتون حولها ويفسر المعانيها المبطنة وكانوا بالتالي المتنورين الوحيدين ولو شكلا وكانت التراتبية الاجتماعية واضحة وبينة القساوسة المفكرون هم كليرجيز وهم حراس المعرفة والجنود المقاتلون النايش الفرسان والفلاحون المزارعون وحيث أن القساوسة كانوا المتعلمين الوحيدين أو شكلوا السواد الأعظم المتعلمين فقد قولبوا الفكر السائد حسب رؤياهم الأخلاقية ونتيجا لذلك انحصر الفكر الإقصادي في هذه الطائفة من المتعلمين وكان نتاجا طبيعيا لأفكارهم وتفسيراتهم وهم الفعل الذي أطلق عليها مؤرخون فكر الإقصادي والسياسي أصحاب الفكر المدرسي أو المدرسيون سكولاستيك إذن لاحظوهم لأن هؤلاء القساوسة كانوا هم المتعلمون الوحيدون فلذلك يعني هكذا أطلق عليهم بأنهم أصحاب الفكر المدرسي أو المدرسيون هاي الآن هذا المثلث قساوسة ومفكرون على رأس المثلث الأعلى إلى اليمين جنون مقاتلون والفلاحون مزرعون وحي التراتبي الاجتماعي التي سادت أيام الفكر المدرسي نتابع لكن نظرة هؤلاء المفكرين حول الاقتصاد والنشاط الاقتصادي كانت ضيقة وقد اعتبروا بأن التجارة والتملك والبحث عن التروة تبعد الإنسان عن المسيحية الحق وعن مسار السعادة الأبدية ولهذا السبب كانت دراساتهم للاقتصاد المبنية على الأسس الأخلاقية التي تعلموها من الكتاب المقدس وتفسير وأقوال البابوات والقساوس السابقين لكن الكنيسة وجدت نفسها مع مرور الزمن في تصاد وتباين مع النظام الاقتصادي الذي تبناه عامة البشر المتمثل بالملكية الخاصة والتجارة وتوسع الأسواق والمدن بناء بناء على هذه الحقائق اضطرت الكنيسة ورجالتها أن يعدلوا من واقفهم من أجل أن يوفق آراءهم مع التيار الجار في المادنية الدنيوية وذلك على الرغم من استمرار بعض الكتاب المسيحيين في تحريم التجارة وما قرب إليها لكن آخرين مثل قديث توماس الكويني قد قاموا بجهون كبيرة كي يوفقوا بين البعد الأخلاق المسيحية وحاجة الناس للنشاط الاقتصادي كالتجارة كي تستقيم حياة البشر وترتقي نحو الأفضل وهو ذات الرجل الذي اعتبره مؤرخون في الاقتصادي رائدا حقيقيا ومفكرا مبدعا ومدافعا عن نشاط الاقتصادي المركز على حاجات البشر كانت مفاهيم الأجر العادل والسعر العادل شائعة شائعة الاستهدام في الفكر المدرسي لكن التطورات الإقتصادي التي تتابعت بعد أيام الإكويني عملت على رقع الأهمية نسبية للتجار وجعلتهم أكثر قوة وأدت في العقود اللاحقة إلى تدمير معنوي للمؤسسات وعادات التفكير المحيقة للتوسع التجاري وصل حد تلك التطورات إلى خلخلة التراتب الاجتماعية وتجرؤ المفكرين غير متعمقين إلى تحدي العقيد الدينية وما كانت تصد عليه الكنيسة حول التجارة والتبادل فأخذت الأفكار الكنسية بالتلاشي تدريجيا وارتفاع شأن الفكر التجاري الذي يشجع على مراكمة التروة بخلاف ما كان ينادي به القساوسة اعتبر مؤرخون فكر اقتصادي بأن هذه الإرحاصات شكلت المقدمة الضرورية لنشوء الرأسمالية بشكلها التجاري وأسست لحقبة جديدة وعلى الرغم من النقد الشديد الذي يوجهه كتاب ومفكرون نظام المدرسي إلا أن الفكر التجاري استمر بالتطور على حساب المدرسيين اللي هم يعني أصحاب الفكر المدرسي ووجودهم الفكري أن هذا يجمع بعض مؤرخي الفكر الاقتصادي على أن الفكر المدرسي يعتبر بداية للتأريخ الاقتصادي وذلك بعكس ما يدعيه آخرون بأن الحقبة التجارية أو الحقبة التجارية الميركنتارية هي البداية للتأريخ الصاد بالمعنى التقليدي يمكننا اختتام الحديث عن الفكر المدرسي باختصار باختصاره في مثلث الأفكار حول المنفعة باعتبارها مصدر للقيمة والسعر العادل وعقم النقود إذا تذكر بما فيها الربا إذن هذا الآن هو المثلث المنفع باتبارها مصدرا للقيمة في أعلى المثلث اليمين السعر العادل عقم النقود إلى اللي صار هذا هو جوهر الفكر المدرسي وأكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجعا أن تكونوا قد استفدتم جميعا منه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله أستودعكم الله